يواصل مهرجان الدعو الدولي للفنون فعالياته في دورته الأولى بمدينة الغردقة بمشاركة أكثر من أربعين فنانا من جميع دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وتونس وأزباكستان هذا وأحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا على مصرح أرينا بالممشى السياحي بالغردقة ضمن فعاليات المهرجان والمهرجان مستوحى من الدور التاريخي للبحر الأحمر في التجارة الدولية حيث كانت الدعو سفينة شرعية عربية خدمت في التجارة وحققت التبادل بين الثقافات موسيقى 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 مشاركتي المرادة في مهرجان الدور الدولي للفنون هي مشاركة مختلفة عملت فيها ثلاث أعمال الثلاث أعمال بيتكلموا عن فكرة البحر وعلاقته بالمكان بفكرة الشمس وعلاقتها بالمكان بفكرة المدينة القديمة اللي موجودة هنا والحلقة الشعبية اللي موجودة بسوطة جداً للمشاركة في وسط فنانين أجانب وفنانين مصريين من أهم الفنانين على مستوى العالم وشغلي عبارة عن موريال بنتينج موزيق في صيف زجاجية وهو طبعاً بيتكلم عن مصر تعيد بالمشاركة ثانياً المهرجان أنا شايف أنه من أهم المهرجانات اللي بتتعمل هنا في الغرداء تقريباً أربعين فنان من عشر دول مختلفة رسمت عمالين في خلال سبعة أيام كانت مدة الورشة المتاحة لنا